اشتركوا في القناة احبابي في الله يعني وحشتوني وهتوحشوني يعني لان انا مسافر باذن الله سبحانه وتعالى يعني حوالي عشرين يوم كده باذن الله فيعني غالبا ده يعني يعني هيبقى اللقاء بقى وايه بعد كده في كزا اسبوع هبقى مسافر فيهم باذن الله فبقولك وحشتوني بقدما يعني يعني عذر انا اتأخرت عليكم كنت عاد مع بعض اخواني كده بنتكلم في فوق الزواج واخطاء الاخوة في الزواج اخطاء الاخوة في الخطوبة الاخوة والاخوات يعني واخطاءهم في الخطوبة واخطاءهم في كتب الكتاب واخطاءهم اه ما شاء الله الناس معها في القوضة الوقت عاد بيبوصلين مركزين جدا ووضع ان الموضوع شريح جدا واخطاء الاخوة في اول اسابيع وشهور في الزواج واخطاء الاخوة بعد رزق الاولاد واخطاء الاخوة في التعامل مع المشاكل الزوجية يعني اخطاء الاخوة والاخوات من اول الاختيار من اول طريقة التفكير في الزواج نفسها وتنزيل ويندوز عن موضوع الزواج فكنت بتكلم طبعا مش تكلمكم في الموضوع ده عشان ما حدش بس يعني عشان ما حدشrops افكر هنا ه然تكلم في الموضوع ده بس يعني سبحان اللهلعظيم يا اخواني يعني الكلمة اللي قصرت فيها واحنا بنتكلم مع بعض لما يعني يعني ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلنا جبريل في رحلة المعراج جاب له كأس من اللبن وكوب من كأس من الخمر وكوب من اللبن وقال له اختار فالنبي عليه الصلاة والسلام لو اخترت الخمر لغوة امتك من بعدك لو اخترت الخمر لغوة امتك من بعدك ان احيانا فيه اختيارات هتدفع تمانها طول حياتك ان احيانا فيه حاجات لو اخترتها غلط هتدفع تمانها طول حياتك فطبعا من ضمن هذه الاشياء الزواج يعني من ضمن القواعد اللي احنا كنا بنتكلم على الاخوة فيها ان الجوازة الحلوة حلوة والجوازة الوحشة وحشة فحنا يعني طبعا نسيبكم موضوع الجواز الوقت لان الناس مش نقصة ومش عايزين نقلب المواجع يعني لا انسى مرة في فرح اخ من اخواننا اديت درس في الفرح عن اخطاء الاخوة في الزواج فبعد الفرح فجئت ان الاخوة كلها عايزة تتجوز تاني يعني وتريما الاخوات لو كانوا بطالوا بس يعني احتفالات عندهم وسموا الدرس كانوا برضو فكروا انهم اتجوزوا تاني انما احنا لا يزال عندنا قول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له يحيا واصلحنا له زوجة ان ربنا قادر ان لو انت اتجوزت وزوجتك فيها يا عيوب ان ربنا يصلحها لك ولو انت اتجوزت وزوجك فيها عيوب ان ربنا يصلحولك وربنا قادر لو انتوا لسه ما اتجوزتوش وقاعدين يعاني مش عارفين تعملوا ايه ونفسوكوا تتجوزوا باي طريقة ربنا قادر وخزين ربنا مليانة وهو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه يا جماعة يعني موضوع الثقة في الله يعني الايات اللي هز قلبي الواحد اول ايام ده يا جماعة فظن ان لن نقدر عليه سيدنا يونس وهو في بطن الحوت يا نهار ام انت متخيل حوت لسانه 8 طن متخيل حوت الوجبة بتاعته 2 طن يعني عاش بيفطر 2 طن سمك بيتغدى 2 طن سمك بيتعاش 2 طن سمك انت متخيل وفجأة يبلع انسان سبحان الله العظيم وهذا الانسان في بطن الحوت وهو فظن ان لن نقدر عليه يعني ظن ان ربنا لن يضيق عليه ابدا وان ربنا مش هيسيبه وان ربنا نقدر اي نضيق وان ربنا مش هيتخلى عنده ابدا وانا اقعد افتكر كده كلمة سيدنا ايوب ما الثانية ضر وانت ارحم الراحمين ان سيدنا ايوب عليه السلام موقن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا زكريا وهو عنده 91 سنة وبيقول رب لا تذرني فرض رب لا تذرني ما سبنيش يا رب ما تتخلاش عني يا رب احساس عظيم اوي انك انت تحس ان ربنا معاك احساس عظيم اوي انك تحس ان ربنا مش هيسيبك وان ربنا مش هيتخلى عنك وان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يتخلى عنك ابدا في حياتك احساس خطير اوي اللي الرسول عليه السلام طلبه من ربنا وهو بيقول ربنا صاحبنا ربنا صاحبنا وافضل علينا يا رب صاحبنا يا رب يا رب صحبتك في الحياة يا رب احساس خطير والنبي عليه السلام بيقول لربنا اللهم انت الصاحب في السفر الصاحب في السفر ان النبي عليه الصلاة والسلام ورايح في ارض الغربة والعوام بيقول لك الغربة تربة يعني من كتر ما الغربة صعبة والغربة مشقة والغربة بهدلة قال لك الغربة تربة فالنبي عليه الصلاة والسلام وامسافر ورايح يجاهد ورايح يقاتل جيوش ورايح في ارض ممكن يكون فيه محاولة اختيال ضده وممكن وممكن وزي تابك ما حصل مجاعة وكان الجيش هيموت من الجوع مرة وكان هيموت من العطش مرة فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم انت الصاحب وفي السفر يا رب صاحبنا في السفر يا رب عشان كده العلماء قالك اشد تهديد في القرآن هو اللي في سورة الانبياء اللي ربنا سبحانه تعالى قال عنه ام لهم الهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم اسماعي بقى ولا هم منا يصحبون قالك ان ربنا بيهدد الانسان اننا مش هصحبك في الحياة انك ربنا هيسيبك لوحدك في الدنيا ان ربنا مش هيصحبك في الدنيا ان ربنا مش هيبقى معاك في ازمتك انك لما تقع في الحوت وكلنا يونس وكلنا في بطن الحوت وكلنا في بطن الازمات وكلنا في جوف الازمات وعشان نخرج من الكروبات كلمة فنادى في الظلمات اما الواحد بيسمحها كده تحس ان انا ورد قلبك دهنا يا رب فنادى في الظلمات ده احنا يا رب اللي في الظلمات يا رب احنا اللي في ظلمات الكروبات الدنياوية والمشاكل الدينية فنادى في الظلمات كلنا يونس كلنا في بطن الحوت محتاجين ان احنا النادي ربنا بقلب خالص لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللي نجت يونس من بطن الحوت هي الوقتي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللي انت لما بتقع في مشكلة بتقول ايها وممكن المشكلة ما تتحلش اللي انت لما بتقع في كرب بتقولها وممكن الكرب ما يفرجش سبحان الله ليه حسبي الله وانا اعمل وكيل النهاردة كنت بتفرج على الصور بتاعة المكان اللي عملت فيه المحرقة لسيدنا ابراهيم والبرج اللي تبنى للنمرود عشان يتفرج منه على حرق سيدنا ابراهيم حسبي الله نعم الوكيل نجت ابراهيم من المحرقة ده ايه نفس الكلمة اللي نجت ابراهيم من النار هي الكلمة اللي انت بتقولها لما بتقع في مشكلة الوقتي وممكن المشكلة ما تتحلش لما تقولها ليه ليه يا جماعة لان الحاجة اللي كانت في قلب يونس وبيقول لا اله الا انت سبحانك انك كنت من الظالمين ما ياش في قلبك الوقتي الحاجة اللي كانت في قلب ابراهيم وبيقول حسبي الله ونعم الوكيل ما هياش في قلوبنا الوقت يا اخواننا يا شباب انا عايز اتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الخطورة يا جماعة موضوع اتخذ الله صاحبة اتخذ الله صاحبة موضوع ان ازاي نعيش في صحبة الله في الحياة ازاي ربنا يبقى صاحبك في حياتك ازاي ربنا يصحبك في حياتك يا اخواني في الله يعني لما تكون مثلا انت رايح مشوارة ام الوزير في الوزارة عندك معاد مع الوزير والورقة بتاعتك اللي انت رايح تمضيها لازم الوزير اللي يمضيها لك فانت من باب الوزارة لحد مكتب الوزير انت قابلت مرت على حوالي خمسين مكتب كلهم مفتوحين كل خمسين قوضة كلهم مفتوحين ومع ذلك انت مبصتش لأي قوضة فيهم ليه انا عايز قط الوزير وانت دخلت قبل الوزير انت قابلتي متين واحد في الطريق انما انت موقفتش تتكلمي مع ولا واحد ولا تطلوب منه الطلب بتاعك ليه انا الطلب بتاعي اللي هيقضهولي بازن الله الوزير فانت داخل مركز انك مش حدش هيشغلك عن مقابلة الوزير مش هتقف تتكلم مع المكتب ده شوية وتدخل القوضة دي شوية وتقف مع ده شوية انت داخل زي السهم منطلق ليه هدخل على مكتب الوزير على طول يا اخوانا والله المثل الاعلى ده اللي عارف ربنا ده اللي منطلق لله ما بيسيبش حاجة تعطله معظم البشر هيعطلوك في طريق لربنا معظم الاحداث ستعطلك في طريقك لربنا فاللي عايز يوصل لربنا منطلق منطلق ولله المثل الاعلى ده داخل على الملك بقى فلا بيبص هنا ولا بيحود هنا يا جماعة يعني لما بيكون في تاجر يا شباب بيتاجر فبيتعب بيتبادل ويسفر يجيب بضاعة ويجيب المحل ويجهز المحل ويزين المحل ويعمل مندوم مبيعات ويعمل مندوم مشتريات ويعمل دراسة جدوى وبيعمل مجهود كبير جدا التاجر ده لو جيه في اخر السنة وفي دراسة الجدوى لأ مفيش ارباح يبقى مجنون يبقى المجهود اللي عمله ده كله يدحك ليه لان كل المجهود الرهيب ده هدفه الربح هدفه انه يربح في الاخر فلو هو بيشتغل المجهود الرهيب ده ومفيش ربح في الاخر تبقى حاجة ادحك اهو بالضبط كده انت المجهود اللي بتبزليه ده ارباحك في معاملة ربنا من وراء ايه الارباح بتاعت معاملتك لربنا في حياتك فين اوعى اوعى الوقت ما تقومش لو قلت لك امسك ورقة وقلم وامسك ورقة وقلم واكتبي ارباحي من وراء معاملتي لله ارباحي من صحبتي لله في حياتي اوعى يكون ما عندكش كلام يملك الراسة اوعى يكون ما عندكش حاجات ربنا عملها لك في حياتك تملك اشكول اوعى جماعة يا اخوانا بقولك اشد تهديد في القرآن وهم منا لا يصحبون ربنا هدد الانسان قال له هسيبك لوحدك هخليك تعيش في الحياة لوحدك طب انت يا متدين انت ياللي عايزة تسمع عن ربنا انت ياللي ربنا اختارك من وسط ملاقين الشباب اللي عادين عنت الوقت عشان تسمع عنه انت خرجت من صحبتك للمالك الملوك بايه انت خرجت من رحاب المالك من كنف المالك بايه يا اخوانا احنا عايزين نحسب الوقت ارباح التزامنا لانك الوقت لو مجهودك في الالتزام وفي الاخر انت منتاش حسس بالارباح في حياتك يبقى انت يا ابني ما تزعلش مني انت منتاش على طريق المزبوط انت مش فاهم معنا الدين بحيو حقيقي انت عندك مشكلة في جديتك عندك مشكلة في عبادتك عندك مشكلة في اتصالك بالله عندك مشكلة في قلبك وامانياتك عندك مشكلة في نفسيتك ونفسك الامر بالسوء في علاقتك بالله يا اخوانا كل واحد يوقف مع نفسه ثواني ويفكر ارباحي من معاملتي لله في حياتي ايه ارباحي من معاملتي لله في رزقي في دنيتي في ديني في قلبي في الكربات في المشاكل في سكينة قلبي واتصال قلبي بالله في كل مرة رفعت ايدك لربنا في ايها ربنا سبحانه تعالى يعني ده سيدنا ابراهيم لما كلم ابوه قال له يا ابتي لما تعبدوا ما لا يسمع لما بترفع له ايه لك وتقول له يا هبل ارزقني مش هيسمعك ولا يبصر لما يراك في المشكلة مش هيشوفك اصلا وبالتالي ولا يغني عنك شيئا لان ربي سيدنا موسى لما كلم العبدة العجل لما رجع من نقاط ربي قال لهم افلا يا ربنا بيقول افلا يا رون الا يرجع اليهم قولة انا ربي بيرجع اليها القول بالاجابة لما برفع ايدي واقول يا رب الاجابة بتتنزل من عند الله ده المؤمن واي مؤمن باذن الله سبحانه وتعالى يبقى انت الوقتي افلا يا رون الا يرجع اليهم قولة انت الوقتي مرجوع الدين في حياتك ايه مش ربنا بيقول في سورة مريم والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه وخير ايه مردة يعني ايه مردة مردود 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 الدين في حياتك ايه مردود الدين في حياتك ايه مردود صيامك وقيامك وذكرك وانطلاقك الى الله في حياتك ايه ايه واحد تقولها الحاجات ده ما في عملهاش يبقى انت مستني مردود من ايه يبقى انت مستنيها مردود من ايه يا اخوانا صحبة الله بالعبادة صحبة الله بالاقبال على الله سبحانه وتعالى طيب يعني قبل ما نتكلم في المعنى العظيم ده انا عايز اتخذ الله صاحبة النهاردة يعني سبحان الله العظيم يعني بتذكر اسم الله الغني فقلت يا اتخذ الغني صاحبة اتخذ الرحمن صاحبة اتخذ الرحيم صاحبة اتخذ ماشي مع اخ من اخواني النهاردة فبيقول ياه الحنان اللي ربنا جعله في قلب الام ده تجاه الابن ده ايه قلت له سبحان الله على وجه الارض اتنين تلاتة مليار ام او اتنين مليار ام اتنين مليار ام كل ام في قلبها حنان ورحمة على ولادها يغرق الدنيا دي كلها يعني الام دي الحنان اللي في قلب اتنين مليار ام ده ده جزء من الواحد في المية من الرحمة المخلوقة اللي ربنا نزلها الارض ربنا هيعملنا يوم الاما بقى بالتسعة وتسعين في المية البقيين التسعة وتسعين جزء من الرحمة اللي ما نزلوش الارض اصلا ولا اهل الارض شافوهم ولا عرفوهم كل الرحمات اللي في جسمك ورحمة الشمس والامر والهوى ورحمة النعم ورحمة اجابات الدعاء بتاعت الدنيا ورحمة التوبة على المزنبين وكل ده اخواننا ده 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 تتراحم الخلائق لدرجة ان الوحش بتترحم بينه وبين بعض بجزء من الرحمة ده كل ده جهر رحمة المخلوقة وما للرحمة الذاتية اللي هي كمان مش الرحمة المخلوقة الرحمة الذاتية رحمة ذات الله سبحانه وتعالى يعني اتخذ الرحيم صاحبة لو الرحيم صاحبك اتخذ الغنية صاحبة انا عايز اسألك حاجة لو واحد عنده مئة مليون دولار يرضى صاحبك لو بنت عندها مئتين مليون دولار ترضى صاحبك ما تسعلوش مننا جماعة انا وانتوا واحد يعني ولا حد منه مرضى يبصلنا اصلا ليه اللي معامتين مليون دولار اي صاحب اللي معامتين مليون دولار فالغني بيصاحب غني انما ممكن واحد غني يصاحب واحد زينا كده مثلا يعني صعب جدا صعب ان هو يصاحب واحد عادي طب تخيل بقى الغني ما يرضىش انه يصاحبك ما تسعلش يا ابن انا عايز افهمك حاجة ما يرضىش انه صاحبنا انا كمان الغني ما يرضىش ما يرضىش انه يصاحبك انما اغنى الاغنية عارض عليك انوايا صحابك مالك الملك كله ينفع انوايا صحابك سبحانه وتعالى يعني انت متخيل كرم ربنا تخيل انك مصاحب واحد غني يا سيدي يا سيدي صاحب واحد غني وده مش واحد غني بس ده واحد غني وكريم كمان كريم جدا يعني انا مثلا ماشي مع واحد مثلا مع مليار دولار غني جدا وصاحبك خد بالك مش مش ميكلمك صحبك بمعنى كلمة الصحبة وكريم تخيل بقى الصبح هيهديك معربية بمليون جنيه والليل هيأكلك مش عارف ايه وبالليل هيجيب لك فيلة ايه ده واحد غني وكريم طب انت مصاحب اغنى الاغنياء واكرم الاكرمين هيعمل لك ايه وهيدخلك في الجنة ايه وهيفتح على قلبك بايه وهيجيب دعائك لما ترفع ايدك في الكرب اه ايه وهيبقى معك في الازمات اه ايه ربنا بيقول للنبي والضحى والليل اذا سجأ ما ودعك ربك وما قال الضحى وقت النهار اللي النبي كان في غاية الاكتهد فيه في الدعوة والعبادة والليل اذا سجأ وقت الليل اللي النبي عصام كان في غاية الاكتهد فيه في قيام الليل ما تدخلوش ان القيام الليل في حالة النبي سهل يعني يا جماعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبي عشان يصحى واحد طول النهار في الدعوة وفي الجهاد وفي مشاكل رهيبة رهيبة يعني يعني سبحانه العظيم وانا بقرأ صورة الاحزاب يعني يعني يا ايها يا ايها الذين امانوا ان الله وملائكاته يصلون على النبي يا ايها الذين امانوا صلوا عليه وسلموا تسليمة فبقول ايه اللي جاب القادم في الصياق فببص قبلها النبي زوجاته تعبينه وبعد كده النبي مشاكل يعني في بيه النبي الصحابة تعبينه ويدخلوا يأكلوا عنده مش عارف يحصل ايه وكان يؤذي النبي النبي المنافقين تعبينه كل الناس تعباء لدرجة ربنا يقول ما كان محمد ابا احدا من رجالكم وكان ابوكم عشان تعملوا في كده فانت تحس النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفزل مجودة دي كل ده بالنهار وكمان رايح بقى ينام بالليل ويجي يسحى القيام الليل احساس يعني فعلا مثال احساس نبعه الصلاة والسلام هو لو يعني انت بعد المجهود القاتل ده ونام لك ساعتين ثلاثة انت عشان تفكر تفتح عينك ده عملية انتحارية النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قامها واثب وبعد كده ينظر الى السماء وهيقرأ خواتيم الى عمران عشان يتذكر جلال الله في قلبه والنبي اصلا قلبه عايش مع جلال الله حتى هو نايم عليه الصلاة والسلام وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام اول ما يصحى يقعد بقى يسبح عشر مرات ويحمد عشر مرات ويكبر عشر مرات ليه عشان الذكري يسخن القلب ويتوهج القلب وتبدأ تقوم وبعد كده بعد ما يقوم ربنا يقول له عملية ليلة فتهجت به ان لسه انت عايز تنام الهجود النوم والقرآن واحدة واحدة بقى النوم هيروح احساس كبير فاربنا بيقول له والضحى والليلة اذا سجل المجهود الرهيب اللي بتبزينه بالنهار والمجهود الرهيب اللي بتبزينه بالليل جهد الدعوة بالنهار وجهد العبادة بالليل الجهد اللي انت جاي فيه على نومك وجاي فيه على نفسك وجاي فيه على راحتك وجاي فيه على تعبك وجاي فيه على كل حاجة ما وضعك ربك وما قاله بنام انت ما سيبتش ربنا ليل ولا نهار ربنا بش هيسيبك هي دي تمن ان ربنا يا صحابك ان تصحب عبادة الله فيصحبك الله انك انت تبقى في عبادة ربنا نهار وليل فربنا يصحبك في حياتك يا اخوانا ما اصل المعنى عالي اوي اتخذ الغنية صاحبة اتخذ الغنية صاحبة سبحان الله كنت مقرأ في حديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كل يا جماعة يعني النبي على السلام الحديثة جابه منين قالك الحديث القصيرية توحي للنبي قالك ازاي قالك ممكن النبي ونايم يشوفها وممكن وصاحي يعني ممكن انسان ونايم يشوف الكلام ده يعني في ناس نمها نور للدرجة دي انه ممكن ينام يصحب النور ده هوت يخرج للام هذا نور افتكرت النوم بتاع اهل الكهف والنوم والمعجزات قاعدة تجري لهم وما نايمين وما لهم صحيين يتعمل لهم ايه يعني سبحان الله العظيم النبي والسلام بيقولك يا رب العزاء يقول يا عبادي كلكم ضال كله ضال كله ما هوش عارف مصلحته كله ما هوش عارف الخير فان كله ما هوش عارف ايه الخير وايه الشر اللي ياتل ادحكك وادوى الانسان وبالشر ضعاه وبالخير يا رب جوزني فلانا يا رب يا رب واحد يعيط يا رب باتجوز وفلانا دي هتبقى سبب خراب حياته كله البنت اللي هوتعلق فها في الجامعة وايه سبب خراب ويادوى الانسان وبالشر قاعد يدعي بشر ومش عارف انه شر ضعاه وبالخير بقى كأنه زي ما بيدعي بالخير بقى جاهل البناء ده بجاهل مش عارف ويجاهد الانسان من اجل تحصل الشر الجاهده من اجل تحصل الخير ويحزن الانسان على فوات الشر كحزن على فوات الخير انسان جاهل ما هوش عارف فربي يقول لك كلكم ضال حدش فيكو عارف مصلحته محدش فيكو عارف يوصل لمصلحته ازاي حتى لو عارف المصلحة ايه محدش فيكو عارف الا من هديته فاستهدوني اهدكم فاحدها يا رب رب سعطها يقول لك يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء من اطقى قلب رجل منه النبي يعني ربنا بيقول لك لو القرى الارضية دي عدت عليها سبعة مليار محمد ابن عبد الله يعني السبعة مليار بني ادم دول سبعة مليار محمد ابن عبد الله ولا ملك ربنا يزي الحاج سبعة مليار محمد ولا ملك ربنا يزي الحاج سبعة مليار كلهم يا ابراهيم يا محمد يا ويسكارن يا مبكر الصديق يا سيدنا يوسف ولا ملك ربنا يزي الحاج يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد من افجر قلب على وجه الارض يا ابليس لو سبعة مليار ابليس على وجه الارض ولا نقص ذلك بملك شايا ربنا بيقولي الناس واغني قد ايه بعد كده بقى يا عبادي يعني لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد قاموا زي واحد قاموا الليل كده وقف بقى وقعد يصلي ويده في صعيد صعيد الارض اللي على تراب يعني كله حافي كله على الفقر وبيدع ربنا بالافتقار فسألوني فاعطيت كل واحد منهم مسألته واحد قال لانا عايز ملك الارض واحد قال لانا عايز ملك قد المجمع الشمسية واحد قال لانا عايز مليارات واحد قال لانا عايز قد كورة الارضية دهب فاعطيت كل واحد منهم مسألته في نفس اللحظة ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يعني اصغر مخلوق الابرة واكبر مخلوق البحر المحيط الاطلنطي فتخيل كده يعني حاوله هد صورة كده البحر هد صورة البحر على النت وتخيل كده ان اتحطت ابرة فيه وطلعت ما انظر يضحك يعني سبحان الله العظيم وده ايه كمان ده ده خزين ربنا ده ده مش قدرة ربنا يعني مش مناقصة الخزين ده اصلا ايه في قدرة ربنا ده ربنا يقدر يخلق قد الخزين ده بليار خزين كمان ولا حدود لقدرة الله ده الخزين اه ما نقصت الا كما ينقص حتة ابرة تحطت في المحيط الاطلنطي ولا المحيط الهادي هتطلع بايه حاجة سبحان الله العظيم تخيل بقى لو هذا الغني صاحبك كاتخذ الغنية صاحبة اتخذ الكريمة صاحبة تخيل الكريم الكريم عكس اللقيم اللقيم من اللقم يعني حاجة التأم الده حاجة المخلط يعني اللي معدنه مش صافي اللي مش طاهر من جوه اللي من جوه شوية حلوة وشوية وحش اه بس الحلوة بتاعه بيظهر والوحش يظهر ساعة الضغط مثلا الكريم اللي مفيش فيه وحش خالص يعشان كده يقولك اللقيم يخونك اللقيم يبيعك اللقيم يتخلى عنك ساعة الازمات انما الكريم لا يمكن يخونك لا يمكن يبيعك لا يمكن يتخلى عنك اتخذ الكريمة صاحبة صاحب الكريم اللي لا يمكن يتخلى عنك في يوم الاياب اللي لا يمكن يسيبك في زنق من الزنقات ولا في ازمة من الازمات صاحب الوهاب الوهاب اتخذ الوهابة صاحبة يعني اتخذ المعطي صاحبة لما سيدنا زكريا دخل على سيدنا مريم فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة كلما هنا صغط استمرار يعني كلما تفيد استمرار يعني سيدة زكريا مربي فعلى طول بيتابع مريم بالتربية فكل شؤية يدخل على مريم عشان يولها بالتربية فكلما يدخل يديها علم إليها عندها علم جابته منين يدخل يجيب لها أكل إليها عندها أكل جابته منين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة رزق فهم ورزق فتح من ربنا في الإيمان ورزق يدخل عشان يربيها يلاقي إيمانياتها في السماء طبعا جابت منين الإيمانيات دي وجابت منين يدخل عشان يجيب لها فاكهة يلاقي الفاكهة بتاعت الموسم اللي مش الموسم بتاعتها أصلا عندها كلما على طول عطاءات متولية يا جماعة إذا أعطى أدهش ربنا لما بيعطي بيعطي يعني اتخذ المعطي صاحبة لو المعطي صاحبك هيبهر الدنيا من اللي هيدهولك هيدهش بما أعطاك الدنيا ومن فيها اتخذ الوهابة صاحبة أمريكا بتدي معونات لمصر وبتدي معونات للدول الكثير جدا هل أمريكا بتسمى وهابة لا دا الوهاب دا اللي هو كثير الهبات وعظيم الهبات سيدينا محمد صبر في الدعوة الجهرية مرحلة الدعوة الجهرية ربنا قال له إن أعطيناك الكاثر يعني جزاء إنك إنت قدت تلاث سنين في الدعوة كويس ما بالك باب لصبر طول حياته تلاث سنين في الدعوة كويس مثلا يعني او سنتين في الدهاء كويس نهر في الجنة النبي بيستضيف الامة كلها بالمليارات بتوعها على النهر ده هو وشوف القصور اللي علي مين وشمال وشوف الحر اللي فيه وشوف النعيم اللي عليه وشوف ده 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 مكافئة مش مكافئة نهاية خدمة ده مكافئة اه 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 ميشن مهمة في الطريق وكيفية مهمة صعبة شوية وانت قدت بنجاح طب خذ الكوفر في الجنة هو ده عطاء ربه ده لما ربنا بيدي بيدي كده هو لما ربنا بيفتح بيفتح كده هو لما ربنا بيمنح بيمنح كده اتخذ الوهابة صاحبة هيغرأك هبات هيغرأك اتخذ الودود صاحبة اتخذ الودود صاحبة لو الودود يعني بقى صاحبك في الحياة لما تقول زي نبع صلى الله عليه وسلم ربنا صاحبنا وافضل علينا عائذا بالله او عائذا بالله من النار يعني اتخذ الودود الودود ده اللي بيحب والود ان الحب يبقى اعطاء يعني فيه ازواك كتير الحب عندهم مش اعطاء لا ان الحب اعطاء هدية في هدية في هدية يعني هيغرقك هدايا هيغرقك اتخذ الودودة صاحبة اتخذ القريب المجيب صاحبة يعني تخيل لو ربنا بهذه الصفات صار صاحبك في الحياة ربنا صاحبك في الحياة ربنا بقى معاك في حياتك ربنا النهاردة انا بقرأ في القرآن قاعد سبحان الله العظيم اقلب في القرآن ألاقي سيدنا داود وقتل داود وجالود لما سيدنا داود عمل بطولة وآته الله الملكة والحكمة وعلمه مما شاهده كل دي عطاءات أقلب الصفحات ألاقي سبحان الله العظيم سيدنا إبراهيم وربنا سعى تعالى يقول لك ومن أبائهم وذريتهم وإخوانهم واشتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم أقلب الصفحات ألاقي سيدنا ألاقي سورة مريم دي بقى وما أدرك ما سورة مريم وربنا بيد زكريا ولد لم يجعل له من قبل سمية وبيدي المريم بيحيلها جزع النخلة وربنا سبحانه وتعالى إيه العطاءات دي أقلب أفتح صورة الكهف ألاقي ربنا بيعمل لأهل الكهف مذهلات وبيدي نزول قرنين من كل شيء سببا وبيدي للخضر علمناهم اللي دولنا علم أقلب أفتح ألاقي سورة طه ألاقي ربنا بيقول لموسى أنا اخترتك واصطنعتك لنفسي ولو تقص على عيني أقلب ألاقي سورة الأنبياء لا ده مش ممكن بقى قلنا يا نار كوني بردا وسلامة ووهبنا له إسحق ويعقوم نافلة وكلا جعلنا صالحين وربنا سبحانه وتعالى هو بينجي الأنبياء وبينصر الأنبياء وبيحفظ الأنبياء أقلب ألاقي سورة الفاتح إننا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك يا جماعة ربنا لما بيعطي بيزهل الدنيا كلها بالعطاء العطاء لحبدو إذا أعطى أدهش إذا أعطى أدهش اتخذ اتخذ القريبة صاحبة لما القريب يبقى صاحبك في الحياة صاحبك في الحياة لما القريب يصحبك في الحياة القريب ده يعني يقول لك ده فلان قريب مني حاسس بي يعني معايا في كل أزمة ما بيسيبنيش أخوانا ربنا صفاته جميلة بس إحنا للأسف ما إحناش عارفين إزاي نخرج بأرباح معاملة الله معاملة ربنا دي أربح معاملة في الحياة كلها مش الله تقول لك معاملة بنك ولا معاملة تجارية ولا معاملة في سلعة معاملة الله دي أربح معاملة في الحياة كلها أربح معاملة في الحياة بس إحنا مش عارفين نعمل ربنا مش عارفين نخرج بأرباح ازاي يا بنتي انت عارفة ربنا ومش عارفة تتجوزي ازاي انت عارف ربنا وما انتش عارف يعني انا مش بقول ان الدنيا الدنيا هيفضل فيها ابتلاقات وفي حياة اعظم الصالحين واعظم الانبياء الدنيا فيها ابتلاقات انما انا مش بقصد ابتلاق بعينه انا بقصد ازاي ما انتش حاسس باثر معاملة ربنا في حياتك يبقى انت يا ابني ما بتعملش ربنا يا اخوانا من اثر الله على كل شيء اثره الله على كل شيء انت اثرت ربنا على ايه اخترت اثرت ربنا على النوم كم ليلة اثرت ربنا على على الاكل والشرب والشهوة كم يوم في الصيام اثرت ربنا على حب الراحة في البيت كم جولة انزلت تتكلم فيها عن ربنا وكم مرة انزلت تتكلم صحباتك فيها عن ربنا اثرت ربنا على امنك في كم مرة قلت فيها كلمة الحق في وجه الظالمين اثرت ربنا اثرت ربنا على احتياجاتك انك تطلع ملك صدقة او جزء من ملك صدقة اثرت ربنا من اثر الله على كل شيء اثر الله على كل شيء ان احنا نعمل ربنا المعاملة السليمة اخوانا نعمل ربنا المعاملة الصح نعمل ربنا المهملة المهملة اللي نستنطر بها رحمة الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول لكم ايه اخواني انا عايز اقول لكم ان احنا يعني للأسف الشديد احنا فيه في ديننا ضعف عايزين نقوى ديننا عايزين نمتن ديننا عايزين يبقى علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى علاقة حقيقية يبقى الإيمان اللي في قلوبنا تجاه الله إيمان بيتضفق بالعمل الصالح الإيمان اللي تقدر اللي يقهر نومك في قيام الليل الإيمان اللي يقهر جوعك وعطشك في السيوم النهار الإيمان اللي يقهر غفلة قلبك وانشغل الناس بالدنيا وزخرفها وزنتها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجر يقول سبحانه وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا فبيقول في الايات ايه وزيناها للنظرين وزيناها النظرين المتدبرين المتفكرين السماء دي شاشة العرض المفتوح 24 ساعة من اجل الدلالة على جلال الله زيناها للنظرين المتفكرين صفحة اللي بعدها في صورة الحجر ابليس بيقول لربنا بما اغويتاني ايه لأزينا نفس الله زيناها ربنا زينا السماء عشان الناس توصل لربنا من السماء فابليس بقى بيعمل خطة تانية مضادة بيقول له لأزينا لهم في الارض لأزينا لهم في الارض زي ما انت زينت لهم السماء انا زين لهم الارض يا رب وهخلي مفيش حد عاش تمانين سنة لحظة في التمانين سنة يفكرين بص للسماء من التزيين اللي انا هزينه لهم في الارض مش هخلي واحد منهم يجي في دماغه بس فكرة ان يبص للسماء كده ويشوف انت عملت له في ايه عشان يصل الى الله منه مهركة اخواننا الدين ده مهركة جماعة الدين مهركة اللي واخد الدين كده اللي واخد الدين الده مهركة زي امرأة امرأة العزيز كده لما تابت الى الله بتقول ايه وسائلنا يوسف بقى رجع بقى خرج بالسجن وحصل الملك عمل محاكمة تانية فقالت الان حصل حق انا روتته عن نفسي مفسرين وقفوا ايه الجرأة دي فيه امرأة تقف قدام شعب قدام حكام دولة قدام الدنيا كلها وتقول انا روتته عن نفسه جابت البطولة دي منين سبحان الله العظيم نفس البطولة دي كانت عندها بس في ايه في الباطل لما جابت النسوة وقالت وقالت ايه ولقد روتته عن نفسه مش قلت قبل كده قدام النسوة كده ولقد روتته عن نفسه فاستعصب ولان لم يفعل ما امره لا يزيانان فلما كانت قوية في الباطل لما دخلت الحق لما اعتنقت الحق بقت قوية في الحق هي هو ده الدين اخواننا ان انت لما تدخل الدين تدخله صح لما تدخل الدين تدخله بقوة وانا بقرأ في قصص الانبياء الوقت مبهور بقوة الانبياء في الحياة مبهور بقوة الانبياء في معاملة ربنا سبحانه وتعالى يعني نمازك يعني النهاردة سبحان الله العظيم دخلت على النت حتى ادور في الدولة الاشورية انا عايز اعرف سيدنا يونس ايه ايه البطولة ديت سيدنا يونس هو رايح لنينوة نينوة ديت او نينوة يعني على حسب النطق بتاعها بقى سواء اهل العرق ينطقى نينفها يعني نينوة نينوة ديت نينوة دي لما دورت لقيتها كانت عاصمة المملكة الاشورية مملكة الاشورية دي كانت عبد اوسن رهاب الاله بتاعهم اشور اله الحرب والابراطو عشتار والعزو بالله برضو ولها واسن وبيعبدوا الاتنين كانوا وسنيين وكانوا جبابرة جبابرة والامبراطورية بتاعتهم من القوقاز لحد نار النيل امبراطورية الاشورية وخدوا العاصمة بتاعتهم نينوة العاصمة بتاعت الدولة الاشورية الجبارة ده ايه اللي اخضعت الشرق الادنى كله وعملت مملكة فيها ده هي عاصمة الشرق الادنى في العالم وقتها كانت نينوة العاصمة ده هي سبحان الله عظيم نينوة دي بقى هي اللي سيدنا نصرح له هي اللي سيدنا يونس بوعث اليها ده يعني ده واحد بوعث لنيويورك ده واحد بوعث لواشنطن ده واحد بوعث للندن يعني ده واحد داخل في مكان في غاية الخطورة والتأثير على الارض كلها وسيدنا يونس رايح لمين ده رايح لبني اسرائيل اللي ضلهم وضيعوا الرسالة بتاعتهم بعد ما تسابوا بقى وادهم لنوا وادهم العراء فرايح لبني اسرائيل اللي ضايعوا دينهم ورايح للاشوريين الظلمة المفسدين اللي دمروا وسيدنا يونس فلسطيني يعني رايح للي احتلوا قومه واللي قتلوا قومه واللي اسروا قومه واللي استعبدوا قومه تخيلت كده هنهار ابيض يعني احنا المفروض ندعو الامريكان في العراء يعني احنا المفروض يعني دول محتلين دول كفرة دول ظلمة يا جماعة الرحمة فوق اي اعتبار الرحمة طب والتانيين دول طب كلم اليهود ان هما يعملوا صورة بقى عشان يمسكوا البلد وبعد كده نبدأ الدين الاول لو الدين ما رجعش الدنيا مش هترجع ولو الدين ما رجعش تتحرق الدنيا اللي هتيجي من غير دين وتتحرق الدنيا اللي مش هيجي من وراء دين ايه ايه متى الدنيا اللي ما فيش من وراء دين فكرة تانية اخوانا وقوة في المواجهة وقوة في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى وقوة في التعاون سبحانه الله العظيم يعني معاني قصص الانبياء معاني لا تنضب لما تيجي تتدبر في الواقع اللي الانبياء يشتغلوا فيه الانبياء يشتغلوا في واقع الواقع اللي احنا فيه ده لا شيء بالنسبة للواقع اللي اشتغلوا فيه الانبياء سيدنا ابراهيم خرج من البيت اللي نحت التسعة وستين صنم اللي هو حطمهم سيدنا ابراهيم لما راح حطم الاصنام الاصنام ده صنعت فين كان ابوه هو اللي بيصنع الاصنام يعني كان ابوه ده اهل شقر ده صنع الاصنام يعني تخيل أبوه ده بقى كان مقدس عند الناس قد إيه فتخيل سيدنا إبراهيم خرج من البيت اللي نحت الأصنام اللي هو حطمها ومع ذلك وقف فيه الشبيته وعيلته والدنيا واللي فيها والدنيا واللي فيها عليه الصلاة والسلام الأنبياء كانوا وما كانتش بيواجه الواقع بأنه هو ينشغل بالأمور يعني احنا عايزين نمسك حكم الأول وعايزين نعمل سؤالها هو كانوا بيواجهوا الواقع بقوة مهولة إنه يغير الأول قلوب الناس إنه يغير الأول دين الناس إن الأول الناس ترجع لربنا بس ما كانوش بيدعم بالنمط البارد بتاعنا الوقتي يدي درس ويدي درس مش عارف أسبوعي فين كانوا بيدعم كانوا ثورة بينزلوا الشارع يقلبوا الدنيا واللي فيها يقلبوا الدنيا كلها كانوا بينزل أي مكان بيقلبوا واضرب لهم مثلا اضرب اضرب ده مش يذكر لهم مثلا اضرب اضرب ده من الجدار بتاع الغفلة اللي على الأذان دعوة دعوة بتضرب الجدر اللي حوالين القلب بتحطمها دعوة بتضرب الجدر اللي حوالين الاذن بتحطمها اضرب له مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون ما عدوش في جامعة وقالوا احنا على موقع نت كل خميس الساعة كذا ده نزلوا في الدنيا قلب الدنيا اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث طب يا رب ما انت تعلم يا رب من الاول ان هم محتاجين تلاتة وان المهمة دي مش هينفعها اتنين وان المهمة دي مش هينفعها اتنين طب يا رب ليه اول ما بعدتش تلاتة ربنا بيعلمك انك انت حتى لو شايف ان مجهودك لو نزلت تشتغل في الواقع اقل من الواقع واقل من نصرة الواقع انزل برضو اشتغل ولما ربنا هقرى صدقك هيعززك باللي انت بحتاجه لو محتاج باليون جندي هيبعتهم لك لو محتاج امكانيات تبعتها لك لو محتاج فلوس هيبعتها لك بس انزل الاول حتى لو من كانتك ضعيفة انبياء كان عندهم قوة في مواجهة الواقع الصالحين في القرآن عندهم قوة في مواجهة الواقع لما شوف الواقع يعني اخوان احنا دايما نتكلم عن الانبياء صلاحهم واصلاحهم مقامتهم الامانية وقوتهم في الدعوة انما يعني مرة كلمتوكم وعجبني او التعليق بتاع يعني اللي علق ان المشتاق الفردوس المبر في قصص الانبياء وبطولاتهم لم تكن في العبادة والدعوة في حسب ولكن كانت في كل جوانب الحياة كلمة التعليق ده عجبني جدا ان حسيت ايه ان في ناس فاهمة بقى احنا بنقول ايه ان القضية ان كان عندهم ابداع في علاقتهم بولادهم في ابداع في علاقتهم بزوجاتهم في حياتهم الاجتماعية في شخصيات في شخصيتهم في نفسيتهم في عقليتهم في تعاملهم مع الدنيا في توازنهم في الحياة اللي انا بقوله النهاردة بقى الواقع اللي عاش في الانبياء دي نقطة تانية خالص الانبياء عاشوا في وقع مهول سيدنا يونس مبعوص في امبراطورية عسكرية جزرت القوم دبحت اليهود وهو فلسطيني منهم دبحت البني اسرائيل ونازل يتعامل مع هذا الوقت ونازل لهم وهم ايه جبابرة جبابرة ونازل يتكلم ونازل سيدنا ابراهيم داخل مصر وكلها كفار سيدنا اللوت قعد في قرية كلها مسجلين خطر تلات اربع تلاف مسجل خطر وعايش وسطهم سنين طويلة جدا عليه الصلاة والسلام سيدنا نبي نبي من الانبياء لما تيجي تدرس الواقع اللي عاش فيه والواقع اللي اشتغل فيه في الدعوة اخوانا الناس دي كانت قلوبها ايه الاخت الوقت تبعات لي ورقة في فتاح لقلبك تقول انا خايفة ان انا وزع ورقة في الكلية احسن امن الدولة شكله يرجع تاني يا بنتي اللي متربين على قصص الانبياء ما يعرفوش الكلام ده خالص اللي متربين على سيدنا موسى ورايح لفرعون ووزير الداخلية ورئيس مباحث مش عارف ايه ورئيس جهاز ايه ورئيس المخابرات فرعون وملأه الربطية كلها وداخل يكلمهم عن ربنا ما هوش خايف سيدنا موسى اللي متربي على سيدنا ابراهيم وهو واقف في وجه الكرة الارضية كلها لوحده وما هوش خايف اللي متربي يعني سبحان الله النهاردة المشاهد الاثرية اللي شفتها في العراق في مدينة بابل في العراق البرج اللي كان النمرود قاعد عليه وهو بيتفرج على المحرقة اللي بيترمان فيها سيدنا ابراهيم يعني ده كان استضام مباشر بالنمرود استضام مباشر ده ده مدينة لحد الوقت اسمها مرينت النمرود في العراق. مدينة اسمها كده حتى هذلك اليوم. اسمها من انت ان امرض في العراق. بشوف من اخ سيدنا ابراهيم كان قبل الميلاد بالفين سنة. عليه السلام. مولود قبل الميلاد بالفين وتلاتة سنة. يعني ده ده كلام تاريخي بقى يعني. مش يعني الله اعلم طبعا سبحانه ربنا ولا يعلم الغيب سبحانه وتعالى. انما ده كلام العلمي بتاع المؤرخين. وشوفوا. شوفوا القوة في مواجهة الواقع شكلها ايه? فاحنا بناخد الانبياء. ومناخدش سيدنا داود اتولد وفلسطين محتلة. وهو عنده واحد وتلاتين سنة. كان ملك فلسطين وملك مملكة بني اسرائيل. وعنده واحد وتلاتين سنة. كان ملك. سيدنا داود من البطولة اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه اياها. البطولة اللي ربنا امده بقى في الواقع. يعني تخيل مش يعني يعني سنوات قد ايه? كان فلسطين اتحررت. وبقى ملك. واقم مملكة. والمملكة توسعت. وكبرت. واخضع اعداء. ونشر الدين. واقام الجهات في الارض مرة تانية. ونزل الزبور اليه. وكتاب جديد يرقق قلوب بني اسرائيل اللي تحجرت. وعليه الصلاة والسلام. وقيام وصيام. واعبادة. فكل دا سيدنا زكريا كان عاش في فلسطين وفلسطين محتلة. كان محتلة من دولة الرومانية. وسيدنا عيسى كان عاش في فلسطين وفلسطين محتلة من دولة الرومانية. وسيدنا يحيى كان عاش في فلسطين وفلسطين محتلة من دل الرومانية ومع ذلك كان تركزهم زي سيدنا يونس على هداية الناس ودعوة الناس لان التغيير السياسي من غير اساس دعوة عمرو ما تغير انا عايز اقول ايه انا عايز اقول يا جماعة ان الانبياء كان عندهم قوة في دينهم قوة في كل حاجة قوة في الدعوة قوة في العبادة قوة في معاملة ربنا سبحانه تعالى اللي هيفترض ان الدين من غير اجهاد ده مش هيحصل الدين من غير تعب ده مش هيحصل الدين من غير ان يبقى نفسك اجتنام بس هقومة صلي مش هينفع يا جماعة الدين من غير مضغط على نفسي وانا مش ادرى اقرأ قرآن الوقتي وهقرأ وهجأ مش هينفع اخوانا مش هينفع يعني زي الوقتي سبحان الله رازم وانا بكلم الاخوة بقولون مصيبة كل اخ ان هو بيتزوج ومش فاهم انه بدون ما يهتم بدينها عمرو ما ترتقي والله لو لابس خمس نقابات فوق بعض المرأة كتلة من العاطفة ومحتاجة تربية دينية من زوجها تربية دينية مباشرة من زوجها فاللي مش هيهتم بدين مراته خلاص كلنا الوقت ليه اه 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 نفسك انك تتجاوز زي خديجة او نفسك انك تتجاوز زي عايشة او نفسك يا ابني دي صمر التربية النابع السلام لجوة بيته صمر التربية النابع السلام لزوجاته انت لما هتهتم دي فافتراض ان دين من غير تعب دين من غير مجهود دين من غير بذل دين من غير سبحان الله العظيم انا بقرأ في كلمة سيدنا عيسى اول جملة قالها اول متولد قال اني ايه عبد الله ايه اتني الكتاب ها وجعلني النبي الدين كله جمع في ت beschermات عبدالله العبادة اتني الكتاب العلم جعلني نبيا الدعوة جمع الدين كله في تикс كلمات عشان كنه بعد اه جعلني مباركا انما كنت ما هو اللي عنده جهد الارض ده وعنده العلم وعنده العبادة ده لما بينزل الدنيا ولا بيتحرك في ايه مكان بيبقى ايه جعلني مباركا اينما كنت سيدنا اسماعيل هو لسه صغير وشوف ربنا بيوصف بلك فلما بلغ معه الساعي بلغ ده لسه صغير بلغ معه ده يعني جندي بقى عنده جندية فاهم يعني ايه جندية معه مع سيدنا ابراهيم فأي حاجة والساعي الحلم بتاع سيدنا ابراهيم ان ابنه يجري معاه في الدعوة ويكلف وبلغ ده حتى اذا بلغ مغرب الشمس وحتى اذا بلغ مطلع الشمس ولا ابرح حتى ابلغ يعني بلغ يعني دقتلك كلمته ولكن تبايلك الشخصيات دي كان شكلها ايه الشخصيات دي كان شكلها ايه الايمانيات دي كان شكلها ايه الناس دي كان دينها شكله ايه على قطب ربنا شكله ايه اتخذ الله صاحبة اتخذ الله صاحبة من غير ما ربنا يصحبك في حياتك انت هتخسر كتير قوي ارباح صحبة ربنا ليكي في حياتك فوق ما تتخيلي انت ممكن ما تتجوزيش زوجي اصحابك في حياتك ومش هتخسر كتير انما ان ربنا ما يصحبكيش في حياتك دي مصيبة المصائب انت ممكن ما بقاش لك صاحب تفهمه ويفهمك وتحبه ويحبك وتسمعه ويسمعك ومش هتقصر كتير انما ان ربنا ما يصحبكش في حياتك دي مصيبة وهم منا لا يصحبون اخطر تهديد في القرآن هسيبك لوحدك اخطر تهديد في القرآن هتواجه مشاكل دنيتك ودينك لوحدك هتواجهها من غير صحبة ربنا من غير معية ربنا سبحانه وتعالى يا اخواننا اتخذ الله صاحبة اتخذ الغنية صاحبة اتخذ الوهاب صاحبة انت طول اتخذ المالك في مالك في الدنيا يرضى صاحبك في مالكة في الدنيا ترضى انها تتصل بك في التليفون حتى في مالك في الدنيا يرضى انه حتى يقولك كلمتين كده على في مالك في الدنيا مالك الملك يرضى انه يصحبك بس لو انت صاحبته بالعبادة لو انت صاحبته بالعمل الصالح يا اخواننا علوا همك يا اخواننا نعمة اجروا العاملين يا اخواننا نعمة اجروا الصوامين القوامين يا اخوانا نعم اجر الذكارين الشكرين يا اخوانا نعم اجر اللي بيقرأوا القرآن بالليل والنهار يا اخوانا نعم اجر العاملين في الدعوة الى الله يا اخوانا نعم اجر المشغولين بذكر الله من ساعة ما بيصحوا لحد ما بيناموا يا اخوانا نعم اجر المنشغلين بالله يا اخوانا نعم اجر المقبلين على الله اجر اعظم اجر لدول ان ربنا بيصحبهم اعظم اجر حياته مشغول بالله فيها ان ربنا بيبقى معاه في كل حاجة في حياته زي يوضح وليل إذا السجأ للنهار معايا طب ما وضعك يا ربك وما قال وانا للنهار معك وانا مش هسيبك وانا مش هتخلى عنك وانا هصحابك في الحياة اتخذوا الله صاحبة ربنا يحفظكم يا إخواني وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم يا رب اللهم أمين وربنا يرزقنا الإيمان الصادق يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بإذن الله يعني لمدة عشرين يوم كده ان شاء الله بإذن الله يعني مش هبقى موجود معاكم بقى السفر يعني ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله التوفيق والسداد يعني يعني حاول يكون في حد مكاني في موضوع افتح لقلبك عشان رأي تفتح لقلبك والتواصل مع مشاكل الشباب ما تقفش ولكن حتى الآن يعني ايه مفيش حاجة واضحة يعني او شخصية واضحة معينة يعني ان شاء الله بإذن الله في دورة فيه أجازة نصف العام موقع الطريق لله عامل دورة علمية في غاية الروعة بإذن الله سبحانه وتعالى دورة علمية قيمة جدا وفيها يعني بفضل ومنة الله يعني أفاضل الدعاء وإخواننا الأفاضل دكتور عبد الرحمن الصوي والشيخ هاني حلمي هيدو فضل طلب العلم وأهميته الله أكبر فضل طلب العلم وأهميته يعني ده طبعا هيبقى درسي في غاية الخطورة فضل النبع السلام قال في أي صلاة امشوا اقتوها وعليكم مساكينة امشوا في أي صلاة الصلاة الوحيدة اللي ما تقالش فيها امشوا صلاة الجمعة في القرآن اسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شمعنا يا رب كل الصلاوات يا رب النبي يقول لنا مشوا ويا رب صلاة الجمعة انت تقول لنا اسعوا ليه شمعنا يا صلاة الجمعة لإني فيها علم معها خطبة معها علم معلومة واحدة تفوتك كان ممكن تبقى سبب دخولك الجنة ومعلومة واحدة تحصلها ممكن تبقى سبب انك تبقى مع النابي عليه الصلاة والسلام في الجنة العلم يا جماعة المعلومة المعلومة دي المعلومة الوحدة في الدنيا هي اللي خلت امريكا تعمل القنبلة النووية اللي زل بقى العالم معلومتين وصل لهم اينشتين هم اللي عملوا بهم الصواريخ عبرت القرات والمعلوم المعلومة في الدنيا دي حاجة في غاية الخطورة المعلومة في الدين بقى تأثيرها في الاخرى شكله ايه فدكتور عبد الرحمن الصواري والشيخاني حلمي هيدرسه فضل طلب العلم واهميته طبعا حاجة مهولة يعني طريق طلب العلم طريق مفروش باجنحة الملائكة ان الملائكة ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم تخيل طريق مفروش مش بالورد وان مفروش باجنحة الملائكة فطلب العلم ده يعني سبحان الله العظيم فضل طلب العلم ده الواحد يتمنى انه كان يتكلم في هذا الموضوع ان شاء الله بازن الله يعني ربنا يتكلم في هذا الموضوع الخطير العظيم المهول الجسيم يعني عشان كده في صورة الكهف اربع قصص اصحاب الكهف وصاحب صاحب الجنتين وموسى والخضر وزقرنين الشيطان ذكر مرة واحدة بس في الاربع قصص دول حد يعرف ذكر فين في القصة بتاعت العبادة بتاعت اهل الكهف ولا القصة بتاعت الدعوة بتاعت صاحب صاحب الجنتين ولا القصة بتاعت طلب العلم بتاعت سيدة موسى ولا القصة بتاعت الجهات بتاعت زقرنين قصة بتاعت طلب العلم بتاعت موسى وما انسانيه الا الشيطان اش معنى الشيطان ما جايش غير في طلب العلم لانه يعلم ان مصبط المصائب كلها طلب العلم يعلم ان كرسة الكوارس كلها طلب العلم شان كده ييجي للاخ يوسوسلو في نية ده انت بينك بتطلب عشان مرائي. اكتر حاجة بتصرف الاخوة والاخوات عن طلب العلم الوسوس في النية. اوعى توسوس في النية دوس بنزين. الشيطان ييجي يوسوس له في النية. يوسوس له في. طلب العلم ده ده. يعني الاخ ممكن يعبد ربنا سنين وينتكس في الاخر. ممكن يشتغل في الدعوة سنين وينتكس في الاخر. ممكن يجهد سنين وينتكس في الاخر. انما اللي بيطلب علم بازن الله. ان كان صادق لله لا ينتكس. ده بيبقى نور في الدنيا كله عشان كده ما يجننش الشيطان غير طلب العلم. ما يجننش اجلاء الاخ. يكتهد في العبادة ما حسش ان الشيطان عمل له حاجة. يكتهد في الدعوة مع اول ما لا يبدأ يكتهد في طلب العلم لازم على طول. يلاقي احلام غريبة بتصده عن الطريق. ليه? الشيطان بدأ يشتغل عليه. الشيطان بدأ يفتنه عن ان الشيطان عارف العلم. دكتور محمد فرحات هيدي مختصر فقه الطهرة والصلاة. طبعا دكتور محمد فرحات دفعتي ويعني ما شاء الله لك هو تلب لا يعني من اللي ربنا فتح لهم في التربية والفكر في الواقع. ويعني اعتقد انه هيدي مختصر فقه الطهرة والصلاة. ولكن يعني يقينا هتلاقوا بطرقة جديدة. دكتور محمد فرحات اذا اتكلم في موضوع بالتأكيد هتلاقوا بيتكلم بطرقة جديدة دايما ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب. شيخ علي قاسم هيدي شرح مبسط للعقيدة. شيخ علي قاسم هيدي شرح مبسط للعقيدة. طبعا العقيدة يعني من اسمها. الرباط اللي هينعقد عليه قلبك. يعني الحجل العقدة اللي هتسبت قلبك في مكانه لما تيجي زلازل الشهوات والشبهات والفتن والكلام اللي احنا فيه الوقت ده. فالعقيدة دي شيخ محمد باسيوني هيدي تفسير آية الكرسي. الله اكبر. ولله الحمد. شيخ محمد باسيوني حبيب قلبنا ربنا يحفظه ويبارك فيه. هيدي في كتاب الله نزلت من تحت العرش. يعني آآ يعني سبحان الله العظيم يعني اللي بيقرأها دبر كل صلاة ليس بينها وبينها دخول الجنة الا ان يموت. حاجة فضل مهول يعني. دكتور محمد جلال آآ ربنا يحفظه يدي التعامل النبي مع اصحابه وازواجه. ايوا. ماشي. جميل جدا. ده موضوع طبعا ما شاء الله موفق وجميل و و و وفطن وكلنا محتاجينه جدا جدا جدا. الاخوة الحس الاجتماع عندها ضعيف ضعيف ضعيف. للأسف الشديد. الاخوة واخدها الدين جانب واحد. انما الجانب الاجتماعي وجانب المعاملات. تعامل مع الازواج. تعامل مع الاصحاب. يعني سبحان الله العظيم. آآ دكتور محمد الشيخ هيدي استراتيجيات النجاح. استراتيجيات النجاح. دكتور محمد الشيخ. ربنا يحفظه ويبرك فيها رب. آآ يعني حبيب قلبنا طبعا استراتيجيات النجاح. آآ يعني النجاح ده عقلية واحدة. يعني اللي هياخد قواعدة النجاح في اي حاجة دون دنيا في دين في مذكرة. يعني سبحان الله النجاح عقلية واحدة ناس الله ان يسددنا. آآ آآ طبعا الاخوة والاخوات اللي بتفعلوا مع البوستات بتاعة التفاعل مع الدرس يعني. والفوائد منه. والتفاعل مع البوست الخاص بالدرس ده على الفيسبوك. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. يعني انا وصلي لتفاعل بتاعة الدرس اللي فات نت ومسجد. ربنا يبارك فيهم يحفظهم يعني اه انا بسعد بسعد والله يا جماعة لما بلاقي المعنى اللي انا كان نفسه ووصله الاقي الشباب كانت بينه اما بحس ان في حد فاهم الفكرة اللي نفسنا انها توصل المبادئ اللي نفسنا انها توصل يعني طبعا الواحد في درس النت نفسه انه يوصل مبادئ عن شمولية الدين جانب الاجتماعي في الدين الفاهم في الدين الجدية في الدين درس المسجد تاع الجماعة الشرعية نفسه ان انا وصل مبادئ التربية تطرق في التربية مبادئ خطيرة جدا الواحد هو ايام كان طالب هيموت عشان يوصل لربنا وعايز ارتقي بس كان كل تخيلي ان انا عايز حاجة بين يوم وليلة ابقى خلاص ابقى وصلت في الدين ابقى ارتقيت في الدين فقعدت سنين وبرضو سنة ربنا غلبت يعني انا عايز اقول انا نفسي الوقت اوصل رسالة ان التعب اللي فينا ناس تعبته زمان ليه انتوا تتعبوه اقبل التدرج في الدين اقبل السلم بتاع التربية انك تطلعوه خطو خطو عشان توصل فلما بلاقي بقى شباب فاهمين الرسائل دي بحس بقمة السعادة بصراحة جماعة استوانت احلى شباب اوديو ميكس استوانت احلى شباب اوديو ميكس بقى بتاعة دكتور محمد جلال ودكتور محمد الشيخ ربنا يحفظهم يعني ايه يعني بنذكركم بيه باذن اللي سبحانه تعالى ويعني الازم نشجع طبعا المنتج المصر يا جماعة يعني يعني ده طبعا يعني اخوانا وحبايبنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويكرمكم ربنا يصلن به ربنا اللهم صاحبنا اللهم صاحبنا وافضل علينا عائذين بالله من النار اللهم صاحبنا اللهم انت الصاحب في الحياة اللهم انت الصاحب في السفر والحضر اللهم انت الصاحب في الغيب والشهادة اللهم انت الصاحب في الليل والنهار اللهم انت الصاحب في كل أحوالنا يا رب العالمين ربنا صاحبنا وأفضل علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدين بالله من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتبريك موسيقى